خش في بند جديد من برود التشطبات عندي هو بند تكملة لعمال الارضيات اللي بيتم لازقها باستخدام مونة اسمنتية كان بند اسمه تاكسيت الحوائط على اعتماد ان انا هكس الحيطة بتاعتي يا سيراميك يا بروسلين يا رخام يا جراميت اكيد مش هنيكسيها يا بلو لما اجي اتكلم في تاكسيت الحوائط ترتيب شغلها بيكون مع الارضيات يعني في الفترة الارضيات فيها الراجل بيشتغل بيجي الراجل بتاع السيراميك او بتاع الرخام على حسب هنيكس الحيطة ايه وبيجي يشتغل معي تمام هيشتغل ايه هيشتغل حيطة طيب فاكرين حضراتكم لما كنا بنتكلم في تاكسيت الحوائط بيستخدم مونة اسمنتية اللي هي المحارة يعني كنا بنعمل ايه كنا بنطرتش عشان المونة الاسمنتية تمسك معي تمام لما كنا بنتكلم في تاكسيت الحوائ كنا بنعمل ايه? كنا بنطرتش الحطان. وبعد ما بنطرتش الحطان بنعمل بقج والبقج دي بنيبتدي نشوف احنا بنبقج ليه? بنبقج عشان خاطر عايزين رقصية ولا عايزين تربية ولا عايزين زاوية تسعين. ونبتدي بعد البقج نبتدي نمح. ده اللي كنا بنعمله صح? طب احنا في تاكسيات الحوائط هنعمل ايه? هنجيب سراميك هنجيب رخام هنجيب جرانيت هنجيب برسلانو هنلزقو هنلزقو بايه هنشوف كمان شو هيا بس في الاخر محتاج سطح حمالو متربع مزوي مية في المية مفيش فيها بقى دي اكل وقال ما ينفعش هتناقش مع العميل فيها لازم ازوي كل شغلي والزاوية التسعين ما بتجيش الا بشغل مزبوط مية في المية في تركيب السراميكو اول ما اقول لحد انا بازوي الحمامات يقولك ايه ده هو انت بتمحر الحمام احنا ما بمحروش احنا بنزاو بمونة اسمانتية ماشي ما انت في الاخر برضو الراجل اللي بيلزق بمونة اسمانتية ده لازم يزبط الزاوية التسعين في الاركان خلينا نتكلم واحدة واحدة هنعزل اه سوريا هنشطب الحمام بتاعي ايه عند حضرتك يا فندم الحمامي سراميك حلو جدا سراميك كبير ولا صغير كده يعني ولا كده اللي هو اقل من سبعين سنتي طالما السراميك بتاعي اكبر ضلع من الله واقل من سبعين سنتي انا حر اعزت لزاو بمونة اسمانتية لزاو عايزت لزاو بمادة لازق لزاو انت حر انا شعر افدق بها سراميك والسراميك السراميك السطح بتاعه او السمكه بيكون تمانية ملي الضهر السراميك بتاع الحوائط بتلاقيه لونه بوني لنسبة الفخار فيه بتبقى عالية جدا تمام سطح السراميك ذات نفسه نهايات بتاعته بتبقى فيه ان فيها كيرف بسيط بالشكل ده لكن البرسلين سطحه من ورا ما بيكونش لونه بوني الفخار مش حاجة اساسية فيه القطعية بتاعته بتكون لزاو قط بالشكل ده بيكون اكسر لمع البرسلين تمام ده بتكلم عن البرسلين الحوائط بزاك طب اه وما انا اشوف الارض جدا عرب ده ايه زي ما بقولو حركة لو اللحم بتاعي اللحم قليل جدا جدا وارضيات اقل حاجة ستين في ستين مثلا واللامعة موجودة عندي ممكن بنسبة تمانين خمسة وتمانين في المية تبقى برسلين وطب الرخام لا الرخام موضع تاني الرخام شكل ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى صغيرة بس اللحمات بتاعته مفروض انها بتبقى مختفية مش باينة قوي ده المفروض اه شكل جمالي بقى شكل جمالي غير من البرسلين غير يعني البرسلين والبلاط وكلام من ده كله سوري برسلين والسراميكا وفي الاخر حاجة نمطية بتتكرر لكن الرخام شكل عشوائي حتى لو شكل هندسي بيبقى معمول برسمة معينة على مساحة كبيرة فصعب انها تكون موجودة بحاجة تانية الا الرخام تمام؟ طيب زي ما قلت لحضرتكم طالما ابعاد السراميك بتاعي ابعاد السراميك اللي بكلم في السراميك اقل من سبعين فانا حور هلزقها بالطريقة اللي تريحة يلزقها بمونة اسمنتية يلزقها باستخدام ايه باستخدام مادة لازم لو كانت ابعاد السراميك اكبر من اكبر من سبعين انا دسة مبارح مركب سراميك خمسين في متر خمسين السراميكاية متر ونص قد كده وارتفعها خمسين سنتيم الصناعي بيشيلها بالعافية بده يتلزق بايه مادة لازم مانفعش مونة اسمنتية فوق السبعين مانفعش مونة اسمنتية انت مقبل ان تلزقها بمادة لازم مادة لازم كيموية موجودة في السوق بتتباعها تحت مسمى مادة لازم سراميكا زي ما كنا شوفنا سورتها المرة اللي فاتت اللي هو ستوكس يو او ما شاء تمام؟ يبقى ان دلوقتي الريف تفرق ايه متلزق بمادة لازم ويه متلزق بمانة اسمنتية؟ السراميكا طب تعالا البرسلين هنلزقه بايه؟ احنا البرسلين اصلا لما كنا بنلزاوه على الارض كنا بنحط مونة اسمنتية على طول لا انا كنت بحط مادة لزق وبعد كده حط مونة اسمنتية طب خلاص يبقى انت يلزق البرسلين على الحيطة مونة اسمنتية ماينفعش هتضطر تلزاوه بايه بمادة لزق وطالما هلزق بمادة لزق فلازم السطح اللي تحتيه يكون سطح ماله مستوي يعني ايه يعني ان بايد المحره هيخش نبتجي من اول ونقول ناوي تشتغل سراميك اه ابعاد السراميك عندك كبير ولا صغير ابعاده كبير خلاص يبقى حضرتك هتلزق بمادة لزق طالما هتلزق بمادة لزق فالمبايض المحاره اللي موجودة عندك في الشقة بحرلك الشقة ما تنساش يخليه محار لك الحمامات بتاعتك كلها لان انا مستقبلا هجيب سراميك احط عليه مادة لزق والزقه على طول لازم يتلزق على سطح مستوي يعني سطح تمت عملية المحاره فيه ده لو كان السراميك كبير احنا بنبتجي من السبعين سنتر طب لو السراميك صغير وعايز الزق بموناع اسمنتية هعمل ايه واحدة واحدة نشوف مع بعض قبل ما اتكلم في طريق التركيب عايز اعرف احنا دورنا ايه زي ما كنا منتكلم في الارضيات انا دوري كان حاصر السراميك وكان حاصر الرامل وكان حاصر الاسمن انا في الارضيات انا هنا هحصر ايه نفس الكلام وممكن حطه في الارض ينفع هيقول لا ليه ينفع في الحيط عاجي خالص تمام طيب هيتلزق ازاي بموناع اسمنتية هيتلزق ازاي بمادة لازم قبل ما اتفكر ازاي هتلزق اطلب للكمية هتجيب سراميك قد ايه لما حضراتكم كنتوا عايزين تاخدوا كمية ارضيات الموضوع كان سهل بالنسبالي انا خدت طول فعرض وعملت حساب الوزر وهدت للعميل اللي لم ينزل يشتري لكن الحيطان الموضوع صعب شوية ليه هتخيل مع البش مهندسة انها طلبت مني انها عايزة يحصر ده مطبخ فانا بسهولة جدا جدا هو ماخد اطوال اضلاع المطبخ في ارتفاع المطبخ جبت مساحت المطبخ المطبخ ده فاندم طوله فعرضه يعني مساحته تقريبا ستين متر مربع البش مهندسة لما تنزل تشتري مش هتشتري ستين متر مربع هي بس مجرد انا عرفتها انا انا شايفها كده يعني موجة نظر انا ان انا لما بدي العميل المقاس الاولاني ده اللي هي المساحة العميل بيبتدي يتحرك ماديا جواه يعني ايه يعني انا مسلا يديت للبش مهندسة ان المطبخ ستين متر نزلت لأ عجبها مطبخ شكلوشيك جدا لقيت ان المتر بتاع بطلتمية جنيه ثلتمية جنيه في ستين متر ده انا بتكلم في تمنتاشر الف جنيه تقريبا ده المطبخ لأ كتير طب خش على جنبه ده بمتنه خمسين لأ كتير طب بص ده 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 يبقى الكمية بس مجرد كان رقم هي استفدت منه في السعر بس بس انا شايف كده طب خلاص هي اخترت ده سعر مناسب للكمية اللي هتجابها تعمل ايه تصوره انا واقف معها او مهندسة ديكور واقف معها يبتدي نعمل تصميم تأكيد لان انا مش جايب اشياني لون ابيض انا جايب سراميك ملون زي الصورة دي انا لما قلت البشموندسة ستين متر قلت لها ستين متر لكن لو هي اخترت قريدي النوع ده اللي قدام حضرتكو كمسال فانا ممكن دلوقتي بقى ابتدي اعمل تصميم واقول ان البني هيطلع الارتفاع معين وبعد كده هياخد وزراء وبعد كده هياخد فاتح وبعد كده هياخد معلم طب هتجيب كل واحد قديه بقى للتصميم الوزراء دي بنسبة كبيرة بتباعها بالواحدة وبلط الديكور بنسبة كبيرة بتباعها بالواحدة وغاليين فانا لو جبتهم ابينهم ما خبهمش وراء الفرنيتشر ما خبهمش وراء مش عقل يعني شغل المطبخ ذات نفسه انفعش فعشان كده كل حاجة من دول مدروسة ومحسوبة يبقى لما اديت لحضرات الكمية في الاول ما هي الا كمية بس تقدر يتعرف فيها رينج السعر اخترت الموديل اه نبتدي نعمل تصميم وبعد ما بعمل تصميم بشوف بقى ارتفاع الغمق ده قديه طوله كده جبنا الغمق ارتفاع الفتح قديه طوله كده جبنا الفتح ارتفاع المعلم قديه طوله كده جبنا المعلم وهكزا ده الحصر بتاع الحوقت الموضوع مش سهل مش زي الارضية لا انت بتعمل حصر اولي وبعد كده بتعمل حصر نهايي بناءا على الموديل اللي اخترته وزي ما بقول لحضراتكم تنزلوا تشوفوا السلاب محجوب مظلوم عارضين حمام شيء جدا شكله روعة مش شرط نفس الشكل ينفع عندي لان انا مسحتي غير مساحة اللي هو عارض فيه دي برضو نقطة لازم نخلي بنا منها ومش لازم اخد كل البلطات الموجودة معروضة يعني هو عم يديني هنا بقولني فتح بقولني غامق وبديني بيج ومديني مقلم مش لازم اجيب المقلم انا ممكن اجيب المقلم مع البيج بس مش لازم اجيب التلاتة مع بعض مش لازم اخد بلط الديكور دي ودي مش لازم على فكرة الموضوع اللي هي علاقة بالفلوس برضو والشكل الاثنين يعني حتى لو انت مقتدر وهيش تدفع فلوس الشكل الدنيا كده هايس او وبردو نفتكر حاجة المطبخ ثلاث تلبعهم ما بيبانش عشان كده احنا شغلنا في معظم من العملة يجي اقولك انا مش هعمل المطبخ سيراميك اصلا طب هتعملوا اي محارة عادي وبنهادات وبنيجي في المنطقة الفاصلة ما بين الوحدة السفلية والوحدة العلوية اللي هي المنطقة اللي فيها فيش القهرابة اللي احنا شايفينها قدام عيننا دي بنعملها رخامة او جرانيت ايه ده هتكلف المطبخ كل رخامة في الحتة دي بس فهتلاقي فرق السعر ده انت وفرت كتير وشيك البخار مش هيقصر في الحيطان هيطول الحيطة منين كده كده السقف هيجي في بخار لو البخار عالي الدهان حضرتك مستخبت 3-4 نتيجة الوحدات العلوية والسفلية كده كده هيستخبت تمام انا كل مشكلتي في المنطقة الفاصلة ما بينهم لان دي ممكن يكون فيها مية حنفية المية فيه 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 كلام ده كله فلو انا عندي سيراميك خلاص في حتة هبان فوق 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 الشفاط سهل ان انا ننظفها احنا عندنا المنتجات اللي احنا ننظف بها دلوقتي وش ابو البلوحة بيقضى ينظف فيها بسهولة امان طيب يبقى احنا كده علي عمليات التصميم عرفناها ازاي هتم وبعد ما تم بتديناها من عمليات الحصر ما هو 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 عرضه بس هارك هو عرضه زي ده كده قدام حضرتك ده معروض هوا عند حضرتك بقى في المطبخ محتاج حد يرسمولك تاني او يقولك اتغجبوني قد ايه وبيش قد ايه ومقلم قد ايه مسلا فده دور حضرتك او دور المهندس اللي مع حضرتك مش عايز اعتمد اعتمد كله على بتاع السلاب الا ايه زي هما كانوا متعاونين وانا اديت لهم ابعاد الحمام ابعاد المطبخ مرسوم وهما بيعملوا لي سري دي ودي كانت موجودة زمان دلوقتي قلت شوية تمام؟ طيب كده الحصر بتاع السراميج جبنة فاضل حصر ايه المونة لأسمنتان طيب والرمل بتاع الردمة ما عنديش رمل يا ردمة هنا فالارضيه كان فيه رمل في الردمة في الحطان مفيش انت حضرتك هتخمر منتك الاسمنتان اسمنت على الرمل بعد ما تحط الاسمنت على الرمل تقلبهم تشتغل كمونة اسمنتان طيب فاكرين العيار اللي كنا بنكال فيه بتاع المحارة كان ايه الواحد متر مكعب رمل كنا بنفرد له ونحط له كم شكارة اسمنت ست شكارة اسمنت كان بيفرد لي تقريبا قديم مونة اسمنتية من خمسة وتلاتين لاربعين متر مربع كان سمك المونة بتاعتي من اثنين سنتي لاثنين سنتي ونصف ولو كانت اكتر من كده معدل الفرد بيقل نفس الكلام بس بنسبة كبيرة بيكون اقل من كده لان احنا عندنا المباني بتاعتنا صعب جدا تطلع زوية تسعين من اول مرة الراجل بتاع السراميك ده هو اللي بيثبتها او مبايض المحارة هو اللي بيثبتها فبالتالي تلاقي المونة اسمنتها في الحوائط بالزاد معدل فردها بيقل شوية عن الخمسة وتلاتين متر لكن احنا عمتا عرفنا نحصر كمية الاسمنت والرمل نص وزن الاسمنت المستوي اول يوم شغل الصناعي بيطلب مني وجودي زي بالزبط الارضياط ليه عشان يطلب مني شوية طلبات الطلب الاول التوزيع التأسيمة تمشي ازاي والطلب التاني السليم فين نفس الكلمة اللي علي في الارض السليم فين يعني هيبتدي بلطة سليمة منين تمام انا عندي السليم فين في الحيطة بعرفه من حتتين مش حتة واحدة يعني هبتدي السليم من تحت واطلع فوقي الدين اغلاقة ولا بتدي السليم من فوق وانزل تحت الدين اغلاقة ولا بتدي السليم منين في الاتجاه ده ونفس الكلام في الاتجاه ده يعني حضرتك لما تبصي على الحطى كده هبتدي انا بلاطة سليمة من هنا وافضل ماشي تديني غلاقة هناك ولا بتدي بلاطة سليمة هناك افضل ماشي تديني غلاقة هناك عسب الفرش يبقى لو انا عندي حتة مستخبية لو انا مثلا هتخيل محركه ان انا دلاتي داخل الحمان والبنيو في المكان ده والبنيو بنسبة تسعين في المية بنعمل له يا ستارة يا كابينة فايزا الكورنر اللي جوه ده انا هاناية مش هتشوف بعد الفرش في رياك ترمي الغلاقة فيه بنفس اللفظ ارمي الغلاقة فيه وخلي هنا استليم تمام طب افرض عندي دخلت في مكان زي اللي قدامي ده انا شايفه على طول وفي غلاقة موجودة نتيجة ان الابعاد دلع ده لو اسمتوا على البلاطة لا في غلاقة موجودة نحط الغلاقة فين هنا ولا هنا والنحيتين انا شايفه جوه فين انا نحيتين شايفه انا داخل كده قدامي هو هنا غلاقة يعني ايه هي في غلاقة متكون مثلا هت هركب ستين سنتي بلاط وفي غلاقة متكونة اربعين سنتي احطها هناك ولا هنا ده فكر وفكر الاربعين مش هتبان لا هي هتبان فيه فكر تاني بنروح له ساعات ايه رأي حضرتك ان الوزراء دي او الغلاقة دي انا ممكن اقسمها نصين بتبقى عشرين سنتي وعشرين سنتي احط عشرين امشي سليم احط عشرين فشكل الغلاقة اللي انا كنت مسترخيمه ده لا ده بقى شكل يعني فيه سيمترية في الشكل تمام فهي الفكرة كلها في التوزيع فلما اقف مع الصناية ابتدي اوزع معاه الشغل في الاتجاه ده سهل ما هو ما هو الفرش في الاخر هو اللي بيحكمني لو ما فيش فرشة بديد افكر غلاقة خليها شكل جمالي يعني لو عاديدون شكل ومسأل بلاطة معانا في راقة ده شكل مكان الشوارق مثلا ومجاب بيه فوط عاديد 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 فوط يأخذ بقى ده بقى ده ده بقى ده بقى ده التصميم ده التصميم يبقى في الاخر انا كالصناية مش هعرف اشتغل اللي محرك تبلغينه تمام عشان كده انا اول يوم شغل لازم بيكون وقف الحاجة التانية السليم في الاتجاه الرأسي بقى لازم نبقى مقتنعين مية في المية ان انا كالصناية بيبتدي تركيب اول بلاطة من تحت وافضل اطلع فوق يعني مفيش فيها هزار دي يعني انا عمري ما مجاي اول بلاطة بتديها من النص او من فوق وانزل تركيب التركيب بيبتدي دايما من تحت الفوق لكن التقصيد براحتي يعني ايه انا دلوقتي شاري نوع من انواع بلاطة الدكور غالي جدا البراطة الواحدة مسلا ان عاملة مبلغ بقادره وعايزة باينها يعني عايزة تحطوها على منسوب كامل لو بنتكلم في حمام ولا بنتكلم في مطبخ في مطبخ المنسوب اللي حضرتك محتاج تشوف في بيعنيك بيبه تقريبا من منسوب المتر عشرة لمنسوب المتر ستين اللي هو المنسوب اللي ما بيكونش فيه فرش انا عندي ترابيزة المطبخ بتكون بالشكل ده مثلا دي وحدة الدراج اي ان كان الترابيزة دي بتكون عن الارتفاع قدام من الارض تسعين سنتين فويها على طول في وزرة من الرخام او من الجرانيت بتكون الارتفاعها عشرة سنتين يبقى حضرتك عايز تظهر اي حاجة فوق المتر فوق المتر وهنا فوق في عندي وحدة علوية الوحدة العلوية دي بتبقى طالع عندي بالشكل ده درف برضو المسافة ما بينهم دي اللي بنتكلم فيها خمسين ستين سنتين يبقى لو عايز حضرتك تحط بلاطة الدكور شكلها شيء ممكن احطها على ارتفاع متر عشرين متر تلاتين اذا حضرتكو كعملة عايزين مني الحيطة دي على ارتفاع متر عشرين احط بلاطة معينة انا كصناية هعمل ايه فين الشرب اهو هضرتكو عايزينا على ارتفاع متر عشرين بلاطة اه ابقى هم جاي بفوق الشرب بطلع عشرين سنتري وبتخيل بتخيل ان انا هحط البلاطة بتاعتي هنا تخيل الفقد وبعد ما تخيلت ابتدي احسبكو انا لو نزلت البلاطة التانية التالتة الرابعة الخمسة مش محتاجة كلها لانا محتاجة نصها وابتدي يبقى انا لما اجا اركب فعليا هبتدي بالنص بلاطة اللي تحت ركبها واطلع بلاط سليم 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 عدد البلاطة واحد اتنين تلاتة اربعة وهلاقي نفسي بحط الخمسة في المنسوب مزبوط هو ده التقصيط اللي بنتكلم فيه يبقى حضرتكو عايزين تشوفوا حاجة معينة فين ابتدي احسب واقصت واقول ان انت هيتشوفه في المنسوب ده خلاص انا هنزل بلاطة سليم يديني تحت غلاقة هطلع بلاطة سليم يديني فوق غلاقة ده الفكر اللي احنا شغالين بيه في فكرة تاني ايه هو لما بدخل على حمان بلاقي فيها كاميرا بالشكل ده كاميرا دي بيبقى حاجة رخمة جدا فعلا حاجة رخمة وخصوصا في تركيبها لو الصناعي ما تجاهالها زي الصورة دي الصورة دي فين مشكلتها الصورة دي مشكلتها ان الصناعي يفضل يطلع بلاطة سليم 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 جي قبل الكاميرا بحتة بسيطة لا احطة صغيرة كده دي احنا بلغة صناعية بنسميها سالخة سالخة صغيرة ايه مشكلتها شكلها وحش ولا شكلها حاجة وحش بس الشكل بالنسبة لي برضو مش ده اللي انا هممني انا هممني التنفيذ الصناعي لو هيعرف يركب دي يبقى يعني استاذ ومش هيعرف حضراتكم عارفيني التركيب بيتم ازاي انا بحط على الحتة اللي انا مسكها السروميك مونة اسمنتية وامكبسها وافضل ادق عليها الكلام ده في الفلاطة الكبيرة سهلة لكن السالخة صغيرة قوي دي وانا احط عليها مونة اسمنتية وانا مسكها مونة تطقطم اصلا وان مسكها ورايح ومركبها وادق عليها هتتكسر برضو فعشان كده فكرة السالخة دي فكرة مرفوضة في التنفيذ طب يعني نعمل ايه احترم سكت الكاميرا يعني لو عندي سكت كاميرا بالشكل ده احترمها وابتدي السليم منها لتحت والفوق يديني غلاقة تحت بقى فين يديني فوق فين براحتي وابتدي احسبها نعمل فنم العمود الى حد ما لو انا بتكلم في الدولة ايه ده كده لكن دي عندي الاخطر عشان كده يا ريت اخلي بالي من السليم فين ده بالحاجات دي بالحاجات الحلوة الظاهرة اللي انا اللي عايزة ازهارها وبيه لو في عندي سوكة كاميرا وسوكة الكاميرا بالنسبة كبيرة بتقابني في الحمامة بالنسبة كبيرة عشان كده نخلي بالنا منها باحترمها هي كتأسيد انا كده كده بركب من تحت الفوت يعني عند حضرك حيطة بالشكل ده وفيها كاميرا كده الحيطة دي بالنسبة لي هي ابتجي من هنا ولا من هنا ولا من هنا لا اقول ان دي كده بدايتي اخد بلطة سليمة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة ونص الستة يبقى انا اول حاجة ابتجيها نص البلطة ديها وبتجي قصة 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 ينديلي هنا تمام؟ عايزة انهي شغلي عند السوكة دي تمام؟ طيب ببتدي ان يشتغل هتعمل ايه؟ زي المحارة هزين نظبط رأسية لو عند حضرتك امكانية انك تدخل مبايض محارة يترتش لي ويبقى الحمامات والمطابخ يبقى انت كده كسبت فئة سواب يترتش ليه؟ مفيش حد بيترتش حمامات ورا المطابخ المعلومة دي باسمعها على طول لكن تعالى نفكر بالراحة احنا ترتشنا ليه المحارة؟ عشان المونة يمسك في الحيطة طب وانت هتعمل ايه دلوقتي غير انك هتحط مونة اسمنتية على الحيطة برضا فايزا فكرة الترتشها هي لازم تتعامل وللأسر فمتتعاملش فده غلط انا لازم ترتش الحوائط كلها طالما هيتلزق عليها مونة اسمنتية المونة اسمنتية دي بقى هيجي عليها سراميك هيجي عليها مش مشكلتي دلوقتي طالما في مونة اسمنتية هتتفرد على السطح الرأسي لازم اترتش هنترتش الحيطان وبعدها ما ترتش الحيطان يبتدي نعمل ايه؟ نعمل بقد ده لو ما بايب المحارة شغال طب لو رجل بتاع الحوائط شغال هيعمل ايه؟ هيشد خطان ايه الخطان دي؟ زي ما حضراتكو شايفين شكلها اهو انا عندي حيطة بالشكل ده اول يوم شغل عبال مصطناعي يبتدي يتكلم مع المهندس ويشوف هنعمل ايه وكلام من ده؟ تلاقي الولد المساعد جاب برميل الماية ورح قلبه ووقف عليه وبدأ يدوقق مسامير مصمار فوق ومصمار تحت مصمار فوق ومصمار تحت ايه المصمار ده؟ نبص عليه في الصورة كده هنشوفه هو اللي فوق خالص ده قدام حضراتكو فوق تمام اللي هو ده؟ مصمار بتاعي لو حبيت ازاوم عليه شوية اهو ده المصمار بتاعي هما بيسمو كده مصمار هدوقوا واحد فوق واحد تحت واروح في اخر الحطة هناك واحد فوق واحد تحت وبعدين اشد الخط الخط ده اللي هو بالنسبة لمبايد المهارة وطر بس مبايد المهارة كان بياخد الوطر افقي ده هياخد الوطر رأسي اللي هو الخط بتاعه طب سؤال المسافة من الخط للحطة ادي؟ انا بابتديها اتنين سنتي اتنين سنتي ونص لكن في الاخر تبقى كما الله اعلم لكن اللي انا متأكد منه مية في المية ان الخط ده رأسي رأسي وده بيبقى باستخدام ميزان مية ده بقى عن ده المصمار اللي تحت بيجي الصناعي بيمزان مية ويحط ميزان المية على الخط يوزن الخط بالزبط بس دقته بزي دقت البقجة وعشان كده انا قلت لحضرتك في البداية ايه؟ يا ريت مبايد المهارة اللي شغال مع حضرتك يترتش ويبقك عشان انا وانا بستلم البقجة الموضوع سهل انا بحط الدراع على البقجة فوق البقجة تحت سنت بايداية وحط ميزان المية الموضوع سهل لكن لما شد خط وامسك بقى الميزان المية بتاعها على الخط افضل ايداية تتهزي كده الدقة بتقل شوية تمام؟ بس انا لازم يكون في عندي خط طب يفرض حضرتك عملت بقى الصناعي بيخش يشد الخط على البقجة يعني انا كصناعي لازم يكون عندي خط قيره عند افضل مع السروميك دا دا الأفق لكن الرأسي هو موجود معي في الحطة كلها تمام؟ هنشد خط في اول الحطة وخط في اخر الحطة يلا نشتغل بقى في الحطة دي لا مش دي لازمشد الاربع خطان او الاربع حطان كلها الخطان الاربع حطان خطان يعني ايه؟ حاجة على الخطة دي هطلع فوق دق مصمار وهنا دق مصمار وشد خط طب الخط ده رأسي مش رأسي بس رأسي ومزوي مع الخط ده تنساش ان انت عايز تزوي زاوية التسعين. يعني بتزبط رأسيته وازبط الزاوية التسعين معدها. واروح هناك اشد خط. هبتدى ازبط رأسيته. ولما اجا اشتعرف الحطة اللي في الوش لما اشتد خط سعيتها هيبقى رأسي وما يزوي مع اللي جنبيه وهكذا. بزويه بالزاوية التسعين. بزويه لو ما عنديه زاوية تسعين عندي سراميك والسراميك بيتقطع زاوية تسعين فتلاقي الصناية جيه باخد سراميكوية بيزوي بيه. يعني اربع زاوية ايه بالزبط. مش تمانية. ستاشر. اتنين اربعة. اه تمانية سويا تمانية. ازوي الخيط. بص حضرك اهي. الخيط ذات نفسه. الخيط هنا وخيط هنا. اهو. اهو. اللي تحت ايه? لأ هو هو الصناية مثبتة هنا السبب معاين. لكن هي هي عامة لازم يكون مزوينة لاتنين مع بعض بالشكل. في مشكلة في الخطان الرقصية كده. يبقى انا لو جيت بصيت هلاقي خيط رقصي بالشكل ده وخيط رقصي بالشكل ده. طيب كمل هتعمل ايه? هحط الخيط الأفقي. اللي هو ايه? اللي هو بدايتك. انت اه قصدت باي شكل من الاشكال المهم انك هتبتجي من هنا. خلاص يبقى حضرتك شديل الخيط هنا. طب الخيط ده اين زامه? افقي مية في المية. باستخدام ميزان خط لا خلينا بقى ميزان مية نضمن. افكرين ميزان مية سوري ميزان ميزان مية لا خلينا في ميزان خرطوم. ميزان الخرطوم اللي احنا كنا بنزبط به الشرب. فييجي الصناعي بميزان خرطوم هو الحتة دي بدايتي يبتدي يحط الفقاعة بعد ميزان خرطوم هنا ويبتدي نقلها النحية التانية وشد الخط. لازم الخطة يكون افق مية في المية. وخصوصا اول خدة لازم. لانه هيبتدي يشتغل شغل كله عليه. فيتأكد بمزان مية بمزان خرطوم يتأكد باي طريقة ما هم يكون ضمن مية في المية لان الخط ده مشدود كويس في فقاعة. ببتدي يشتغل. هنعمل ايه? السراميكي اللي بشتغل به بنسبة مية في المية لازم يكون شارب مية قبل ما اشتغل به. شوية مية مرشلشهم على السراميكي. وخصوصا الحيطان اللي بيكون نسبة الفخار فيه عالية. بيبقى شاريه ان هو هيشرب مية. فلو حضرتك مساعتوش مية هيشرب مية المونة وهيعمل لي مشكلة. فعشان كده بنسقين مية. وبعد كده ممسك البلطة. انا كصناية بمسك البلطة بالشكل ده. وبعد كده حط عليها مونة اسمنتين. لغاية لان مضمن ان الفقاعات الهوى وبورا السراميك كلها طلعت هتلاقي المونة الاسمنتين في اللجناب كده طلعت بالبلد كده بزت لبره. الصناية بيعمل ايه فيها? بيلمها بايديه بيلمها بايديه ويشتغل بها تاني. ايه ده? في الارضة ما اشتغلش بيها. عشان ما فيش راملة. عشان كده تلاقي الصناية بتاع الحيطان بنسبة كبيرة لابس جوانتي لانه بيمسك المونة با يديه كتير. يبقى هو ركب اول بلطة. فقدر يدق عليها يدق عليها يدق عليها يدق عليها ضمن ان فيه توزيع جيد لمونة الاسمنتين وراها. هو بيدقه مش بيدقه والسلام. هو بيدقه مفروض ويدان وسامعة. اتدقها. لو طبلت يبقى فيه حتة دي مفيش فيها مونة. يفضل يدقها حواليها تاني يدقها حواليها تاني لغاية لغاية لما يضمن انها ايه? وراها في مونة. لأن الصوت مطبل على طول يقوم شايل البلاطة تاني ويحط مونة اسمنتين. اسمنتين. هو احنا ليه البلاطة الكبير ما بنلزقه بمادة لازم? وده السؤول بقى اللي نسأله دلوقتي. هي البلاطة المتر ونص اللي انا جايبها مبارح تيه والاولي مبارح بنركبها. ليه بلزقها بمادة لازم? لان الصناية استحالة يقدر يشيل البلاطة وعليها مونة اسمنتين. عليها مونة اسمنتين بارتفاع اربعة سنتي تقيلة جدا. وبطلبه كمان انه يشيلها ويروح ويجبس هي اصلا تتكسر. فمش تطارة لما يقابل حضرتك الصناية اصليم اشوفك تيقول لك ايه لا ده انا الصناية بتاعي كنت جايب سرميك متر وقال لي هركبهو لك. دي مش تطارة ايه? يا هشحورك كده وفرت ولا حاجة? لا بالعكس انت كده بتضر نفسك. الصناية لو ركب البلاطة بتاع تربونة اسمنتية لو كانت البلاطة تسعين ولا متر ولا متر عشر متر اكيد اكيد ايش هركبها مية في المية مزبوطة. اه هيحاول لو هو عنده ضمير هيحاول وعلى فكرة هياخد مني سهرة اغلى. لان هو هيتعم. فلا هو بياخد تركيب المتر مسلا بسي بخمسة وثلاثين هياخده باربعين وبخمسين. هتلاقي نفسك في الاخر لا انا محر والزقز افضل. يعني مش المشكلة انه هو ممكن يبقى مع المية الميوعة. ما هو? المشكلة انه بيطبل. البند ده من اكتر البلود اللي بتفضحني وانا جوا لسه الشقة. انا كمهندس ببقى لسه في الشقة. وحضرتك كعميلة تبتدي تركيبي مسلا المطبخة. تبتدي تركيبي وحديات الحمام. تبتدي تركيبي بتوع الغاز دي يجي ركب موسير الغاز. الناس دي كلها بتكسر في الحطان. والسيراميك بتاعي لو مش ركب بقوة وانا بكسر الحطة السيراميك كله هيشرخ. يعني ايه تركب سيراميك بقوة يعني يبقى في مونة اسمان ده تحت كامل مسطح البلطة. يعني حضرتك تاني يوم شو اللي لما تيجي تمشي بتعملي ايه وانتي واحدة بتتكلمي مع الصناية مثلا بتفهمي منه وعمل ايه. انا ماشي بعد اعمل كده بأيدي. كده على الحطان كلها. كده. اول ما اسمع صوت تطبيل بيبقى معي قلم ماركر بالشكل ده باعلم على البلطة. هو يشيلها. يعني صوت زي ده. يعني صوت زي ده. فين هنا في الحتة دي. بس حركة الصوت ده. مش مكتوب. امام ده تطبيل بص هنا. صوت تطبيلي يبقى حتة دي وراها مفيش منقس منتها. فدي مشكلة. لو انا جبت مصمر دلوقتي وسمرته في الحتة دي المحارة هتقع. لو عند حضرتك كنت بتعملي كده فيه النقطة معينة بالطبل وحطت دي المصمر ودبتيه كده السراميك كلها شرخ. تمام? طيب نرجع تاني. يبقى انا ركبت اول بلاطة وضمنت ان وراها موني اسمنتها كويس. اخش على تاني بلاطة. تالت بلاطة. رابع بلاطة. الخط بتاعي مفروض ان هو كان فيه هنا كده. الخط بتاعي خلصت اول صف ابتدي اقوم رفع فوق. رفع فوق. واتأكد ان افقي. وانا برفعه فوق برفعه بارتفاع البلاطة بتاعتي. واتأكد ان افقي. واركب بعد كده الصف اللي بعديه. او من الدماك اللي بعديه. خلصت برفع الخط تاني. واركب اللي بعديه. خلصت برفع الخط تالت. واركب اللي بعديه. وهكذا. اخر اليوم الصناية اللي معايا انت مركب ايه? صلايب شيل الصلايب. وابتدي فضي اللحمات عشان هنسقي بكرة. شيل الصلايب لو مركب صلايب فضي اللحمات عشان هنسقي بكرة وبعده وبعده زي ما انت عايز. المهم انك ما تسيبش اللحم مقفول. انك لو سيبت اللحم مقفول بالمونة الاسمنتية مش هعرف اسم. مش هعرف اسم. السقية بتكون باستخدام مواد سقية كيموية جبنا سلتها في الارضيات. يعني مثل باستخدام اللبان الاسمنت الابيض عايز تلون السقية لو انها براحتك. بنسبة كبيرة بنلونها في الحوائط لان احنا بنشتري سراميك ملون بنسبة كبيرة. الجزء ده اسود الجزء ده احمر الجزء ده اخضر فيبقى اللحام نفس لون السراميك بيدي شكل جمالي مطلوب. مش بدل التكهيل الصلايب بتوحد سمك العرموس. انا بس ايه انا مش هاجي من فؤس انا بس ايه كده. الصنايب يكون المونة بتاعته ما بتكونش سايلة مية بتبقى فيها خفيفة شوية بيكون معا زي البروة كده بتدي يقعد ييملى بها اللحمات كلها وبصبعه يأكد ييملى اللحمات كلها وبصبعه يأكد وها كده. وعيد من لون الاسمانت. تمام. الاسمانت الابيض اقوى في اللحم. اه 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 انعم وبالتالي بيقفد المسام اقوى. يعني ممكن يطلق ده عشان يدوله شوية. انا حط لون احسن ما حط الاسمانت الاسمانت الاسمانت. تمام? طيب. هنعدي على الصورة دي كده ونشوف ايه اللي بيحكي فيها. ده بيعمل يو الراجل ده? شغال اهو الخط مشدود الرأسي وخط الافوي. لا هو بيعمل حاجة تانية. ده بيلبش. يكترين كلمة التلبيش. في المحارة. لما كاتل بؤجة الصناية عاملها كبيرة. ساعتها اتجهنا للتلبيش. صح? طب ما هي نفس الفكرة. ما انا جيت احط السراميك واثبط الرأسية واثبط الزاوية. لقيت انه سمك لمونة كبيرة. هنعمل ايه? هتضطر تلبش. لا بس انا ما بيشوفش الصناية بيلبشه. ده الصناية بيوم حطت شوية مونة ويوم حطت ايدي كده في شوية اسمنت بودرة يفضل يحطها على الحيطة ويشتغل. وده غلط. السلام عليك انا ببضر الشغل. ببضره يعني ايه? جيب اسمنت اسمر بودرة. وابتدي يحطه على المونة اللي هو حطها كتيرة بالشكل ده. بعد ما حضرتك بتخلص تراميك بيوم تخبط تليم طب. فبالحال هلبش. يعني ايه? يعني اجي احط المونة لاسمنتها بالصمك اثنين سنتي اثنين سنت ونص واجي بعديها بيوم ابتدي اشتغل. ده لو كان اصلا البقجة خمسة سنتي. لو كانت اكتر من كده هلبش مرتين وهكزا. زي المحارة بالزبط. زي المحارة بالزبط. طيب خشنا على تسطورة اللي بعدين. ادي الصناية بيركب بلاطات جنب بعض زي ما احناكم شايفين بالشكل ده. ادي الصناية بيركب بلاطات جنب بعض زي ما احناكم شايفين بالشكل ده. الصناية ملبش بوضع قدام حضراتكم التلبيش. الصناية هنا عنده مشكلتين او عنده حتتين نتكلم فيه. الحتة الاولى هي البصمات. البصمات دي. الفتحات اللي في السراميكا ايه ذات نفسها? عشان هنا فيه تلبيش وهناك مفيش تلبيش. البصمات يعني الفتحات اللي في السراميكا. الفتحات دي ممكن تكون علبة كهربا. ممكن تكون خرطوم زي كده. ممكن تكون مصورة ممكن تكون وصلة. الفتحات دي لازم تفتحها على قد بالزبط. لانك لو وسعتها هتباني. ولو ضيقتها هتعمل لي مشكلة في التركيب. يعني ايه? يعني رجل الكهربائي اللي هيجي فيه عنده هنا نقطة ونقطة ونقطتين دول هيجي ركب فيهم مصمار هنا ومصمار هنا. فلو حضرتك فتحت الفتحة السراميكا اقل من اللازم. المصمارين مش باينين مش عارف اركب. ولو حضرتك فتحت فتحة العلبة اكبر من اللازم. لما اجا اركب الشاسية واركب الوش. بلحتة دي باينة شكلها وحش. وهتلم بقى حشرات. الحتة اللي اللي يعلمين خالص دي مش متساوي واحدة عالية واحدة واضش. ما دي غلطات اللي احنا بنقع فيه. تمام? طب نرجع تاني. للصورة دي. الراجل لما ترتش اصلا. ودي بداية المشكلة. وهو كان شغال في الاساء في مصيس. والمصيس اللي هو الجبس وقع على الحيطان فاشتغل عليه. ودي برضو مشكلة تانية. بنفعش اشتغل مونة اسمنتية على جبس سواء كان في الارض او في الحيطان. بنفعش. فالمطلوب من حضرتك انك بتشيل الجبس ده. طبعا لو كنت ترتشت كانت شغل. لكن حتى لو ما ترتشتش بتشيل الجبس قبل ما تحط مونة اسمنتية عليه. تمام? مش صعبة بترتشها لناس لعبكم. صعب في ايه? الترتشها مونة اسمنتية بترتشها على الحيطة. الاسماء ايه دي? عشان مونة تدخل فيها. الفكرة التكحيل العرموز ذات نفسه في المباني. لما بخبط في المحارة. التكسير التنقير يعني. انا عندي ده توب هو اصلا فيه فراغات ما بينه. مصلحة هو الفراغات موجودة اصلا. انا بس بطرتش عشان تبقى العلاقة اقوى. ما بين المونة وما بين الطوب بتاعي. تمام? طيب. المناحزة اللي هيقولها اللي جاية يعني هي بديهية. بس للأسف ممكن تلاقيها ما اللي تلاقيهاش في السوق. يعني حاجة طبيعية جدا. لو العرموز بتاعي ماشي كده. عرموز اللي هو خط المونة الفاصل ما بين البلاط وبعضه او السربيك وبعضه. ماشي كده 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 كده. هيلف هنا. مستوى العرموز هنا. ايه علاقته بمستوى العرموز هنا? ده المفروض. ممكن تنزل السوق تلاقي حاجة غير كده. فقالت نخلي بالنا من الحتة دي. تعيس تقول ايه? عايز اقول لحضراتكم اخطى العرموز بتاعي اللي ماشي هنا. ماشي افكي في الصورة دي. اهو. ده. ده 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 ده. لازم يمشي افكي وعناية تبقى شايفة افكي هو زمه وليه افكي. ولما يجي يكمل يخش في الحيطة دي لازم يكون افكي اهوه كمان. تحكات بديهية بس لازم تكون مهبودة. تمام? طيب. دي ايه دي? دي زوايا. نقطة التقاء زايا تسعين سراميك مع بعضه. هتتحل ازاي? عندك ثلاث طرق. الطريقة الاولى انت عندك السراميكا بالشكل ده. والتانية جاية بالشكل ده. وهنا فيه مونة اسمنتية. فحضرتك لما هتبص من هنا هتلاقي الجنب السراميكا وشكلها مش حين. اه هي قوية لانك حطيت مونة اسمنتية وراها كلها. والسراميك بنفس ارتفاعه وشكله ايه? كقوة قوي. كشكل شكل وحش. عندك حل تاني اه ايه هو? هشطف السراميكا. يعني لو السراميكا عندي بالشكل ده. والسراميكا التانية بالشكل ده. انا هشطف دي زاوية 45 وهشطف دي زاوية 45. ويحصل الالتقاء معينهم بالشكل ده. كده. فتلاقي السوكة بتاعتي عاملة كده. شغل الشطف شكله شيك جدا. لكنه مضر جدا. متخيلين حضراتكم السراميكا اصلا هتعمله سين نحامي. لو انا جيت دلوقتي وانا واقف في سوكة زي دي لو احتعملت كده ايدي هدي هتفتح نصي. وفي نفس الوقت شغل الشطف بيضعف السراميك ذات نفسه. ليه? لان حضرتك سمك السراميك اللي هو كان 8 ملي ده. انت رح تجاي واخد منه حتة بالشكل ده. فسمك السراميك هنا يديه ممكن يبقى نص سنتي تلاتة ربع سنتي سنتي اثنين تلاتة اربع. جاءت ما يوصل التمانية تاني. فانت ضعفت السراميك اصلا. بيقطعوه بصاروخ بيشتفوه بصاروخ. هما للناس بتعمل ايه? الناس كلها متجهة دلوقتي للزاوية البلاستيك اللي بالشكل ده. زاوية بلاستيك بيتم تركبها اه اثناء الشغل مش بعد الشغل اثناء الشغل. الزاوية دي عندي بشكل ده. اهي ده كمسال يعني. باللون ده برضو كمسال. الزاوية دي بيركبها بعد ما نخلص خالص لا اثناء الشغل. وصماء يشغل في الضلع ده بيركب الزاوية بيدخلها في البلطة بالشكل ده. ويوم جاي ميزيتها بلاستيك واخدى شكل كيرف لو خبطت فيها ولا اي حاجة امش هتعور وفي نفس الوقت الى حد ما شكلها كشكل جمالي مطلوب. خلاص بقى. ولا شاط? زاوية تسعين بالملي. هتبقى زاوية تسعين بس هيبقى شكل البلاط بتاعي مش حلو. هارف احريك لما تحط السراميكوية لسراميكوية كده هتجي تبص من الجنب هنا هتلاقي شكل السراميكو الجنب شكل وحش. وهيبقى فيه منهم هنا اسمان تايف ببقى شكل وحش اكتر. عشان كده الزاوية البلاستيك او الزاوية الميتل اللي هي مش متل بقى اللي هي السلس موجودة في السوق بس خالية جدا. عشان كده الاتجاه كله بيكون البلاستيك اللي بالشكل ده. بتبقى عند اي موان بتبقى عند اي سباك بتبقى في محبوب والمظلوم والاماكن دي بروح اشتري منهم العود. العود ده موجود في السوق بقى الوان مختلفة. يعني عند حضرتك السراميك بيج بجيبها بيج. احمر بجيب احمر اخدر بجيب اخدر وهكذا. تمام? زي ما كنا بنتكلم في السباكة وجبنا سيرة البانيو اللي بيلكب في الاخر خالص. فاكرينه اللي هو بشاسيه. كان عيب بيطلق عليه هو الاسف هو مظلوم منه هو مش حاجة بتاعته هو كان تعيب حيطان اللي هو العيب ده. تمام? اللي هو العيب ده. ياريت 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 ناكد تاني ونقول ان احنا لو عندنا حيطان في حمام لازم مزوي كل الشغل بتاعي. تمام? ده بالنسبة لتركيب السراميك في الحوائط باستخدام مونة اسمن تاني. طب نرجع تاني نقول انت عايز تركب السراميك باستخدام مادة لازم. اللي يجبرك على كده? اللي يجبرني على كده ان حضراتكم زلتوا اخترتوا نوع سراميك ابعاده اكبر من سبعين سنتر. يعني لو سراميك ثمانين تسعين متر متر عشرة متر عشرين لغاية متر ونص ما ينفعش يركب اللي بمادة لازم. طب ده بيركب ازاي بقى? عادي حضرتك بتجيب مبادة محارة بيترتش بيبقج بيمحر محارة مية في المية مزبوطة. وبعد كده انا بتاع السراميك اجي اجيب مادة اللازم اللي هي ستوكس يو او ستوكس ايتش او مية شابه هنحطها عليها شوية مية هتعمل عاجينة امشي بالبروة بتاعتنا اللي قلناها مرة فات امشي ببروة التمشيط على ظهر السراميك وامسك هلزأه بس موضوع سهل سهل جدا كمان. وعلى فكرة احنا بنعمل كده في معظم الشغل ده باته. يعني ايه في الشغل حتى اللي بيساموه نص تشطيب بنيجي نمحر ونسيب نعميل بعد كده هو حر يلزق السراميك اللي رياحه. يعني انا بساعده بمحر وسيبه هو بقى يمحر هو ايه يلزق السراميك ايه بالطريقة اللي بعد كده. تمام? في مشكلة كده في تركيب الحوائل سراميك? طيب. في حد هنا انا فاكر كان مركب السقف سراميك صح? طيب. ملاش هوري السور لحضرتك بقى عشان ما تتضايقش. ملاش يا جماعة بنلاع ليكو نعمل للسقف سراميك? مش عير. تمام? مش مش والله مش قضي ان انا اقلق حضرتك. بس يعني لو احنا هنعمل لو احنا هنعمل بلاش. لو احنا هنعمل بلاش. لو انا اللي بوقف في شغل بلاش اقنع العميل باي طريقة من الطرق. لان فعلا. عكس الجاذبية? طبعا. عكس الجاذبية ولو لو الجار فوس. لا ما هو السبب ده هيخليها تقع. تمام? وخصوصا وخصوصا لو في مياجات من فوق. الحاجتين في علم الغيب. انا بقى عمل لعليها وبعد كده ايه? افكر كل حاجة بتاعت ربنا. اسمامل علي. مجيش اقوم حاضط اه حاجة بمونة اسمنتها في السقف كده. وحاجة دي تقيلة. ممكن لو وقت تودي روح في لاهية. ممكن جدا الجار في يوم. ممكن جدا. الراجل عامل شغل عشر على عشر. بس وصلت السخان ولا وصلت البتاع ضربت. وهو كان مسافر يوم ولا يومين. الارض هتغرق مية. والسقف هيغرق مية. والناشع هييملة الدنيا. والسرامك هيقف. عشان كده دايما حضرتك بقى في البيت عشان رياحك نفسيا برضو دايما عينك فوق. شايفة الدنيا ما فيه النظام. لو لون السراميك غير لو فيه ناشع بسيطة على طول تصلحيه. على طول. لان لو قدر الله ممكن السراميك يقع. وسرامكية واحدة لو وقعت على دماغ حد الله يرحمه. عكس المحارة شوي. المحارة الى حد الماء سهلة. اه طبعا لو شرب مية لونه هيغير. ممكن تلاقيه حصل فيه رطوبة بايات كده اللي هو التمليح. ممكن تلاقيه مية بتنزل. اه طبعا. اه 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 ده في مصر على فكرة. الصورة دي على الجروب اللي هو اللي هو بتاع الفيس اللي قلنا عن البيت الكبير ده كان حوالي شهر كده او اقل من شهر. واحدة بتقول يا جماعة حصل عندي كده في البيت. تمام? السراميك في السقف حاجة غير هندسية بالمرة. هو ممكن نقول حاجة الناس ياخد عليها عند والدتنا فجينا عملناها عندنا في الشقة. والكلمة اللي بسمعها دايما ان هو عند والدتي بقى لها 20-30 سنة وعايش. الراجل ده بيقول اي كلام ما هو عايش بساطة الربنا لكن هي حاجة غير هندسية بالمرة. تمام?